من تونس ينضم إلينا موفدنا عبدالجليل لبردودي عبدالجليل أهلا بك هذا البيان من حركة الشعب أولا ما موقعه يعني ما الذي دعا حركة الشعب لإصدار هذا البيان ما الذي يمثله أيضا هذا الموقف وما الجديد بخصوص التطورات السياسية الأخرى نعم مروج أول شيء يجدر الإشارة إليها هو أن حركة الشعب هي الحزب الذي كان على رأسه محمد براهمي الذي تم اغتياله خلال السنوات الماضية إلى جانب شكر بلعيد والذي يمثل حزب الوطنيين الديمقراطيين وطد وكليهما دعا إلى وقف المطالبات الداخلية من بعض الأطراف لجهات أجنبية من أجل التدخل داخل تونس وهذا من أجل إعادتها للحكم أو لسدة الحكم سواء داخل البرلمان أو سواء على رأس أجهزة أخرى هذا مهم جدا مروج حسب المتابعين هنا أيضا كان حزب القطب أمس وهو حزب وسطي يساري قد طالب أيضا بمحاسبة حركة النهضة ووقف الدعوات الداخلية من أجل التدخل الخارجي في شؤون تونس كان كله هذا في إطار أنهم أكدوا أن مقام به الرئيس قيس السعيد في الخامس والعشرين يوليو الماضي جاء تنفيذا لرغبة الشعب والجماهير التي خرجت تطالبوا بوضح حد للتبقى السياسية الفاسدة سواء في البرلمان أو سواء في مناصب أخرى داخل البلد ويجدر أيضا إشارة مروج أن هذا لم يأتي من فراغ يعني كل هذه المطالب الداخلية بعدم تدخل في شؤون تونس لم يأتي من فراغ خاصة إذا عدنا بعد أربعة أيام قرارات الرئيس قيس السعيد بالحالة الستنائية وفقا للمدة الثمانين من دستور والتي جاء بعدها أن رئيس حركة النهدى ورئيس البرلمان في نفس الوقت رشد الغنوشي وخلال مقابلة صحفية مع كورييري ديلا سيرا وهي جريدة إيطالية كان قد هدد إيطاليا وأوروبا بأنه يمكن للوضع الحالي أن يفتح المجال بدهاب أكثر من خمسمائة مهاجر غير شرعي بالإضافة أيضا أنه هددهم بطريقة غير مباشرة بالإرهاب وهذا حسب مراقبين هنا يدل على أنه حاول أن يضغط على الداخل التونسي من خلال دول خارجية هذا كله يأتي في إيطار تحركاته الأحزاب من أجل منع أي ضغطات داخلية يستعملها أو تستعملها بعض الجهات من طرف الخارج من أجل الضغط والعودة إلى مقابل 25 يوليو وهو أمر يرفضه الشعب الشارع وأيضا الأطياف السياسية ومختلف الأحزاب حسب متابعين مروج شكرا جزيلا لمفدنا من تونس عبدالجليل بردودي